بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلع نبينا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج عبر من تاريخنا في هذا البرنامج نستعرض بعض الأحداث والقصص من تاريخنا ونستخلص منها العبرة والفوائد والدروس معنا اليوم قصة عجيبة وقصة فريدة حصلت في أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه يرويها الإمام أحمد يقول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فقلت السلام عليكم سلمت عليه يقول سعد فملأ عثمان عينيه مني ولم يرد علي السلام ومضى سبحان الله تأمر هذا الموقف سعد يأتي إلى عثمان يسلم عليه عثمان ينظر إليه يملأ عينيه من ثم يمضي يقول فمشيت إلى عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء هل حصل في الإسلام شيء مرتين قال لا قال وما ذاك قال قلت لقيت عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام وملأ عينيه مني فبعث عمر رضي الله عنه إلى عثمان حتى جاء عثمان فسأله عمر قال له ما بالك مع أخيك قال عثمان وأي شيء قال لقيته فسلم عليك فملأت عينيك منه ثم لم ترد عليه السلام فقال عثمان ما فعلت قال سعد والله الذي لا إله إلا هو أنه رآني لقيني وملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام ومضى فقال عثمان وأنا والله أني لم ألقك ولم أرك سبحان الله عند ذلك قال عثمان مهلا مهلا بلى أستغفر الله بلى أستغفر الله وأتوب إليه لعلك مرتبي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة أو أتذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما ذكرت هذا الحديث إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة فلا أعرف من حولي يقول حديث كلما أذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما تغشى قلبي وبصري غشاوة فلا أعرف من حولي فلعلك كلمتني وأنا أذكر هذا الحديث فقال له عمر رضي الله عنه ما هذا الحديث قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأخبركم بدعوة أخبركم يعني بدعوة بدعاء يقول فإنه لم يدعو به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له يقول وكنا ننتظر جميعا الصحابة حتى يقول الدعاء فجاء عرابي فشغله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكلما أذكر هذا الحديث وأذكر فوات هذا الأجر وهذا الفضل وهذا الدعاء كلما تأخذني هذه الغشاوة فلا أعرف من حولي فقاله سعد رضي الله عنه وأرضاه عندي من ذلك خبر فإني كنت معكم عندما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلت معه بيته فقال من هذا أبو إسحاق يعني سعد قلت نعم يا رسول الله قال إنك ذكرتنا يا رسول الله حديثا ثم جاء هذا العرابي فشغلك عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذلك الدعاء هو دعوة أخي ذنون دعوة أخي ذنون وهو بطن الحوت عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب الله له الله أكبر الله أكبر أعزائي المشاهدين انظروا أولا إلى حرس الصحابة رضا الله عليهم على صلاح ذات بينهم وأن لا يدخل الشيطان بينهم فيسد علاقاتهم وكانوا دائما الذكرون قوى الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة ولذلك ضربوا أعظم الأمثلة وأروع الأمثلة في مراعاة المشاعر وإصلاح ذات البين وحديثهم في ذلك وشأنهم في ذلك متواتر محروف فما جاء هذا الدين إلا ليؤلف بين قلوب أتباعه ويوحدهم نحو وجل الله سبحانه وتعالى قال عز وجل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أعزائي المشاهدين من أعظم الفوائد من هذه القصة وأعظم العبر في هذه القصة أن الشيطان له لعبة وله ملعب يحرص على أن يستغله إلى أقصى درجة وذلكم هو الإفساد بين الناس هذه لعبة وهذا ملعبه يبدأ بهذا ثم يأتي على ما تبقى عندك من خير ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم والحديث رواه مسلم أعزائي المشاهدين ما من سبيل يزيد في ترابط المؤمنين وتآلفهم ومحبتهم وتوادهم إلا جاءت به الشريعة ومن طريق أو سبيل يؤدي إلى تفرقهم واختلافهم وضغينتهم أو شحنائهم إلا حرمتها الشريعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقف بين أصحابه يقول ألا أخبركم ألا أخبركم بما هو أفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله ويقصد صلى الله عليه وسلم يعني النوافل من هذه الأعمال يقول ألا أخبركم بما هو أفضل من نافلة الصيام ونافلة الصلاة ونفلة الصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة يعني أن تفسد علاقاتك مع إخوانك هي الحالقة وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك فقال الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين هذه الخصلة من شأنها أنها تحلق دينك وتستأصله كما يستأصل الموس الشعر وحتى لا يقع الناس في الخصومات التي ليس لها نهاية بأسباب مختلفة يزين الشيطان في قلوبهم جاء النص النبوي الصريح في تحريم القطيعة في أكثر من ثلاث هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لا يحل لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والحديث رواه البخاري بل علق نبينا صلى الله عليه وسلم بين الكف عن الخصومة والصلح وبين رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما الفائد أخي العزيز أخت الكريمة تعملان تصومان تصليان تقومان الليل تصدقان تفعلان الأعمال الصالحة لكنها لا ترفع إلى الله قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصالمان أي مختلفان متهاجران أعزائي المشاهدين تلك هي تعاليم دين السمحة ووصايا نبينا صلى الله عليه وسلم القيمة التي تمسك بها أصحابه رضوان الله عليهم فعاشوا هناء وسعادة ليس لها مثيل ولو أخذ المسلمون لو أخذنا بهذه الوصايا لما نالنا ما يسؤونا ولعشنا حياة طيبة ولسلمنا من أمور كثيرة من تعاب أنفسنا وتعاب أجسامنا فما أحرابنا وما أحوجنا إلى العودة إلى تعاليم هذا الدين السمح وإلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بأصحابه رضوان الله عليهم في إصلاح ذات بيننا فقد تنافرس النفوس وتعبت الأجسام وأخذ البعض لا يثق في الآخر وقل الإحتساب في الإصلاح فأسأل الله تعالى أن يعيننا أن نلتزم بهذا الخلق النبيل العظيم الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه الله تبارك وتقدس فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وسوف نؤتيه أجرا عظيما إلى نلقاكم في حلقة جديدة من عبر في تاريخنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر